أهلا وسهلا بكم أعزائي طلب التطالبات تعليم الفن الصناعي في مادة الفيزياء للصف الثاني السنوي معاكم في برنامجنا في بيتنا مدرسة احنا ابتدنا الحصة اللي فاتت مراجعة يا ولاد على الترمي الأول وخدنا فيها الضغط والكسافة وعرفنا أن فيه جهاز يقص بيئيس الضغط الجوي اللي هو اسمه البرومتر الزقبقي أو برومتر تورشيلي وخدنا كمان فيه حاجة اسمها المانومتر وقفنا عند المانومتر وقلنا أنه هو بيئيس ضغط الغاز ممكن يجي ببساطة جدا السؤال يقول لي كيف يتم إيجاد قيمة ضغط الغاز مع رسم الجهاز المستخدم جهاز المانومتر يا ولاد احنا عارفينه هو عبارة عن جهاز على شكل حرف يو به زبق وبينتهي بإناء هذا الإناء به غاز المراد قياس ضغطه طب لو أنا حبيت أعرف إزاي أجيب ضغط الغاز ببساطة جدا احنا اتفقنا الحصة اللي فاتت إن أنا عندي أقدر أجيب الضغط بتاعي بالسائل لو أنا عندي نقطتين على مستوى أفكي واحد نشوف كده مع بعض كده بالورقة والقلم نشوف الإثبات لو أنا عندي أجي حرف اليو أهو وهاخد أدي الزيبق بتاعي ده زيبق وده غاز أنا عايزة بيه الغاز ده يا ترى ضغطه شكله إيه فأنا هعمل إيه هاخد نقطتين على مستوى أفكي واحد بي هنا هو بي ايه وهنا هيبقى بي بي مين بي وإيه هم نقطتين يا ولاد على مستوى أفكي واحد إن اتفقنا من الحصة اللي فاتت إذا كان الضغط على مستوى أفكي واحد فإن الضغط بيتساوي يعني أنا أقصد أقول إن بي عند إيه هيساوي الضغط عند نقطة بي طيب نشوف كده النقطة عند إيه اللي موجودة عندي هو الغاز يعني عند بي إيه دوت اللي هو اسمه بي غاز بي ساوي عند نقطة بي في هنا حبة زيبق سائل زيبق لعندي وعندي فوق مفتوح مفتوح لمين للضغط الجوي اللي هو بي إيه يعني معنى كده ممكن أقول إن بي بي دي هي عبارة عن بي إيه ضغط جوي زائد إتش رو جي ما هو إتش رو جي؟ هو عبارة عن ضغط السائل الموجود اللي هو الزيبق طيب يبقى أنا كده أقدر تعين ببساطة ضغط الغاز يبقى أنا قدر أقول إن ضغط الغاز بيساوي اللي هو بي إيه ضغط جوي زائد إتش رو جي اللي هو ضغط السائل اللي عندي طيب ممكن ييجي بقى سؤال بسيط جدا يقولك يعني إيه اتزان؟ الجسم يكون إمتى متزن؟ أبسط مثال يا أولاد اللي هو لما أنا بحب أجيب مثلا جسم أحطه في كوب من الماء طيب أنا عايز أعمل إيه؟ هعمل تجربة بسيطة جدا لو أنا جبت كوباية مية عندي وحطت فيها جسم معدني تحت ده عبارة عن جسم معدن ومن فوق قطعة خشبية أهي وأشوف عملية الطف وطبع قاعدة أرشميدس أرشميدس قال إيه؟ قال إذا غمر جسم كليا أو جزئيا فإنه يلقى دفعا من أسفل إلى أعلى هذا الدفع يساوي وزن السائل المزاح طيب نشوف الكلام ده الوقت في بعض الأحيان مثلا الواحد يقماشي كده على كورنيش يلاقي بعض السفن ويبص يلاقي السفن دي موجودة على وش الماء رغم من السفينة تقيلة جدا أو ما هو فيه جزء تحت الماء وفيه جزء فوق الماء لازم يحدث تساوي يا أولاد يعني وزن الجسم اللي هو السفينة لازم يتساوي من قوة دفع السائل السائل اللي هو الماء بيشين معايا بحاجة اسمها قوة دفع السائل طيب أنا عندي برموز ليه ضغط الغاز سوري برموز ليه قوة دفع السائل FB ووزن الجسم الصلب اللي هو WS نبص كده مع بعضنا متى يحدث اتزان أو امتى يكون الجسم معلق في سائل لما يكون وزن الجسم بيساوي قوة دفع السائل يعني لازم FB بتساوي ال WS واجد السفينة اللي معلقة على السائل اللي هو الماء طيب لو أنا عملت حاجة تاني هي عايزة أقول سؤال بطريقة تانية هقول ماذا يحدث أو ماذا يقصد باستقرار الأجسام الطافية إزاي الجسم يبقى مستقر عندي برضو هو نفس الإجابة عندما يتساوي ويحدث الاتزان بين وزن الجسم الطافي طب الوزن دايما الوز بتاعي بيبقى الأسفل أما قوة الدفع بتبقى من أسفل إلى أعلى طبع لقاعدة أرشيميديس فلازم يكونوا الاتنين المتساويين وعلى خط عمل واحد فFB بتساوي WS طيب نيجي بقى للتجربة اللي أنا بعملها دي نشوف كده يا أولاد لما يجي سؤال يقولي متى يغوص الجسم في السائل التجربة اللي قصدنا يا أولاد اللي هي هي كوب به ماء حطيت جسم معدني من أسفل ومن فوق فيه قطعة من الخشب لو أنا بصت كويس هبص لقى القطعة المعدنية تحت في أسفل يعني معنى كده ووزنها تقيل يعني المية قوة دفعها مش قادرة تشيلها يبقى كده معنى كده إن الجسم بيغوص أمتى لما يبقى وزن الجسم أكبر من قوة دفع السائل والعكس صحيح لما يحط جسم طافي على وش الماء اللي هو عبارة عن القطعة من الفلين أو قطعة خشبية تطفو على سطح المية يبقى معنى كده وزنها خفيف فيبقى أنا عندي الجسم تحت يبقى WS اللي هو وزن الجسم خفيف جدا فالمية قادرة تشيل فقوة الدفع هي الأكبر ياولاد نشوف كده مع بعضينا اللي أنا قلته بيقول إيه متى يغوص الجسم في السائل عندما يكون وزن الجسم أكبر من قوة دفع السائل يبقى دوة اللي هو إيه القطعة المعدنية اللي أنا حطها طيب نشوف النقطة التانية عندما يطفو الجسم على السطح يبقى معنى كده يطفو يبقى خفيف يبقى المية في قوة السائل بتاعتها قادرة تشيله يبقى قوة دفع السائل أكبر من وزن الجسم يبقى FB أكبر من WS كده إحنا خلصنا أرشيميدس والجزء ده كله نيجي لحاجة مهمة جدا ياولاد هي عبارة عن إيه بقى حاجة اسمها المكبس الهايدروليكي كلمة صعبة شوية لا هو طبعا لقاعدة باسكال مين باسكال؟ هو شخص عالم من العلماء صرت بضغط على سائل وخدنا تعرفها الحصة اللي فاتت فإن هذا الضغط بيؤثر بين جدران الإناء وبين جزيئات السائل ذات نفسه ودي فكرة عمل ياولاد فرامل السيارة أو الكوريك اللي برفع به السيارة أو الألات اللي هي اللي هي بتترفع في في المأحطات البنزين فمبدأ باسكال ده مهم جدا جدا وده طبق في حياتي ممكن ييجي يقولي إيه ببساطة أسكر تطبيق على قاعدة باسكال أو مبدأ باسكال نشوف رسمة الجهاز كده مع بعضينا أجي عبارة عن المكبس الهايدروليكي ياولاد عبارة عن إناء وهذا الإناء عبارة عن حرف يوز شايفينه وده في السائل اللي أنا هعين الضغط بتاعه ماشي؟ عند البدايته ناحية الشمال كده هلاقي إيه؟ مكبس صغير المكبس صغير مساحته المساحة دايما إيه سمول والمكبس الكبير مساحته إيه كابتن هأثر بقوة على المكبس الصغير لما أثر بقوة على المكبس الصغير يعني إف سمول وبالتالي بيحصل ضغط في السائل بتاع فرامل السيارة أو المكبس الهايدروليكي فهذا الضغط بيزيد بسرعة كبيرة جدا جدا ويعمل إيه؟ يأثر على القوة الكبيرة والقوة الكبيرة دايما بتبقى السيارة طيب يجي ساعات يقول لي إيه؟ أسكر تطبيق على قاعدة باسكال هقول على طول المكبس الهايدروليكي لكن ممكن بالسؤال بيجي بطريقة تانية يقول إيه؟ استنتج الفائدة القلية للمكبس الهايدروليكي رياضيا يعني رياضيا يعني هعمل إيه؟ إثبات رياضي يعني بالرموز يا أولاد نشوف نبتدي الإثبات إزاي؟ خليكوا بقى معايا هنزبت إزاي يا أولاد الفائدة القلية للمكبس الهايدروليكي بصوا كده هنعمل إيه؟ احنا قلنا أن بي لوضغت بيساوي F على إيه؟ أنا عندي اتنين F F سمول على إيه سمول وعندي F كابتل على إيه كابتل صح؟ طيب معنى كده إن أنا أقدر أستغنى عن البي وأقول أن F سمول على إيه سمول بتساوي F كابتل على إيه كابتل عايزة علاقة بين الأربعة دول هعمل إيه؟ بصوا مع بعض كده هنقول F كابتل بتساوي F سمول على إيه؟ مش يا أولاد كده وفي الإيه هي بضرب طرفين فوسطين فإيه هتوقفوها هي طيب هو عايز يعمل إيه بقى؟ الفائدة الألية هي عبارة عن إيه؟ النسبة بين مساحة المكبس الكبير إلى مساحة المكبس الصغير يعني إيه أنا ممكن هبدل الإيه؟ كابتل بدل الإيه يعني هحط إيه كده؟ F كابتل بتساوي إيه كابتل على إيه سمول طيب والإيه سمول أعمل إيه؟ بالمقصة رح محطتها تحت الإف سمول ودي كده يا أولاد بنسميها الفائدة الألية للمكبس الهايدروليكي يجي ساعات يقول لي ما هي الفائدة الألية للمكبس الهايدروليكي؟ هي عبارة عن F كابتل على إف سمول بتساوي إيه كابتل على إس سمول طيب لو قال لي ما معنى الفائدة الألية؟ هي النسبة بين مساحة المكبس الكبير إلى مساحة المكبس الصغير طيب طبعا أنا لما بضغط برجلي على الدواسة زي بتاعة فرامل السيارة بعمل شغل طب الشغل دوت يعني هيبزل إزاي؟ مجرد ما بضغط برجلي على المكبس الصغير اللي داخل السيارة أو المكبس بتاع الكوريك ببص لاني ببزل شغل فانا لما بدوس على الدواسة اللي بيحصل يا أولاد بعمل بتحرك مسافة المكبس بيتحرك مسافة المسافة دي عندي اسمها Y1 طيب بعد ما بضغط اللي بيحصل أبص لقى الضغطة دي بتزيد بسرعة 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 وتوصل لمين؟ ليه المكبس الكبير فبيضغط على اللي هي الكوة الكبيرة واللي هي المكبس الكبير فبعمل برضو ضغطة كبيرة دي بتحرك المكبس بY2 يعني معنى كده إن الشغل المبزول على المكبس الصغير بيساوي الشغل المبزول على المكبس الكبير طب نشوف الشغل دوت احنا خد نفسنا أولى هو حاصل ضرب القوة في المسافة طيب يعني أنا كده لما شوف إيه إزاي أقصر نشوف مع بعضينا يعني مثلا هقول في Y1 ده الشغل على المكبس الصغير بيساوي F كابتل في Y2 ده الشغل على المكبس الكبير يبقى F في Y1 بيساوي F كابتل في Y2 طيب أنا عايز أعمل إيه عايز بقى أعمل علاقة بين الأربعة دول اللي هو F و F و A و A و Y1 و Y2 طبعا أنا بس أنا عندي Y1 و Y2 دول مش عاملهم أنا على هيئة كسر يعني أقول Y1 على Y2 قال لي لأ ببساطة خالص أقدر أعوض عنها وأعملها في طريقة بسط و مقام طب إزاي أعملها بسط و مقام هحط F كابتل على F سمول الأول أهي مع بعضينا بيساوي A كابتل على S مول بيساوي Y1 على Y2 ودي كده يبقى إثبات عندي وأقدر منه إن أنا إيه أقدر أحدد إزاي أقدر أجيب الفائدة الألية للمكبس الإيه الهايدروليكي يبقى ده لو قال لي إثبت أو استنتك رياضيا الفائدة الألية للمكبس يبقى أنا وصلت للآخر إن F1 على F كابتل على F سمول بتساوي A كابتل على S مول بتساوي Y1 على Y2 طيب بيتيجي بعض المسائل دايما بيقول لي مثلا قالت رفع سيارة ويبقى فيها قوة كبيرة وقوة صغيرة ومساحة مكبس صغيرة ومساحة مكبس كبيرة طب أحلها إزاي طبعا ببساطة جدا القانون اللي بستخدمه دايما معي يا أولاد اللي هو F كابتل على F سمول بيساوي A كابتل على A سمول طب لما يجي في المسألة يتكلم بيقول إيه هيقول إيه مساحة المكبس الكبير يبقى دي A كابتل مساحة المكبس الصغير يبقى دي A سمول طيب بالنسبة للقوة دايما يقول إيه مثلا وزن سيارة كذا طب هو الوزن هو القوة خدناها في سنة أولى إحنا قلنا في سنة أولى الوزن هو قوة جذب الأرض للأجسام يعني القوة والوزن بمعنى واحد والاتنين بوحدة قياس الـ A النيوتن طيب ساعتي يجي يقولي إيه زي ما نشوف المسألة احسب القوة اللازمة لرفع سيارة يعني أنا عايز أرفع السيارة بقوة يبقى دي أنا واحدة فيهم الكبيرة ولا الصغيرة لا الصغيرة أنا لما دوس برجلي على الكريك أو على الفرامل بقدر هيبه هي دي القوة اللازمة عشان أرفع السيارة نشوف كده المثال مع بعضينا بيقول إيه في محطة لخدمة غسيل سيارات كانت كتر أنبوبة الهواء المضغوطة في آلة الرفع الهيدروليكي هو 2 سنتي كتر آه هو أنا عندما جبتي سيارة كتر خلص النهاردة نشوف هنعمل إيه وكتر المكبس الكبير 32 سنتي احسب قوة ضغط الهواء اللازم لرفع سيارة كتلتها 1800 كيلو جرام علماً بأن عجلة الجاذبية 10 متر لكل سنية آه دي مسألة إيه مركبة شوية يا أولاد بصوا خليكوا بقى معي بنقول إيه هو قال لي هنا هو إن R بتساوي 2 سنتي حي وبعد كده قال إن كتر المكبس الكبير اللي هي R 2 بتساوي 32 سنتي وبعد كده قال إن فيه سيارة قتلتها يعني أم بتاعتها بـ 1800 علماً بأن عجلة الجاذبية اللي هي G جرافتي بتاعتي 10 متر لكل سنية تربية وعايز F سمول إيه ده إيه ده طبعاً أنا إيه أنا ما اتكلمتش عن R خلص النهاردة أنا قلت مساحة طبعاً أنا هعرف أجيب المساحة إزاي ببساطة جداً جداً هعمل إيه أنا لعشان أجيب المساحة بتاعي اللي هو القطر بتاعي اللي هي المكبس بتاعي هقول إيه هقول هي عبارة عن باي أر تربية باي أر تربية طب أنا هعمل إيه في القانون أبداً هنكتب عاجي خالص إيه كابتل على إيه سمول بيساوي إيه كابتل على إيه سمول صح كده طيب إيه كابتل اللي هي إيه اللي هي أر اتنين يورات يعني هقدر أقول اللي هي باي أر اتنين تربية سكوير على إيه سمول اللي هي أر وان يبقى باي أر وان سكوير تربية بيساوي أف كبيرة بكام طبعاً هو ما تدنيش أف كبيرة هو دني أم في جي طب ينفع أعوض عنها قال لي آه أنا عارف أن الأف بتساوي أم في جي طبعاً قوانون نيوتن التاني اللي خدنا السنة اللي فاتت يعني معنا كده أقدر أقول 1800 في 10 صح طيب على هو عايز إيه سمول طب عامل إيه بقى مجرد أن أنا هعوض بس عن أر أهي عندي الأر طب هعوض عنها إزاي بصوا كده يا أولاد مع بعضنا نشوف هنغير إزاي هعمل إيه البا يا أولاد اللي هي أهي طب الار آه بصوا إحنا قلنا الار من شوية آه اللي هي 2 سنتي أولاً هي مش آر دي 2 آر لنقايل الكتر كله يعني هقسم اللي 2 على 2 الأول عشان نجيب نصف الكتر وبعد كده آه 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 هحول من سنتي لمتر مربع آه يعني أنا هعملها إزاي بقى يعني معنا كده أن باي فيه هنحل إزاي مع بعضينا الار 2 تربيع هتبقى عبارة عن 0.0 طبعاً معنا الآلة هنعملها 2.5.6 على باي التانية فيه ار 1 تربيع اللي هي هتبقى 0.1 point اللي هي هتبقى 1 1 من 10 ألف طيب بتساوي مين احنا قلنا 1.18 يعني اللي هم 1.800 فيه 0 يبقى 18 ألف على f small يبقى أنا هعمل f small بتساوي هعمل إزاي طرفين في وسطين كلنا بنعرف نحن لها الطرف المضروب لما عمل معص f مضروبه في باي في point اللي هي 256 من 10 ألف دي هتبقى مقام يعني باي تحت في 0.0 256 طيب من فوق ايه أولاد من فوق هيبقى 1800 سوري 18 ألف فيه اللي هي باي في 1 3 تصفار هتبص لاي f بتساوي في الآلة 73 من 10 نيوتن ليه نيوتن لأن القوة بوحدة قياس نيوتن طبعا لازم نتمرن عليها مرة وثنين وثلاثة لأن المسائل الحاجات دي بتبقى صعبة شوية لو أنا مش متعود على الآلة يبقى أنا استخدمت هنا يا أولاد استخدمت R مش ايه باي R تربية اللي هي خدناها زمان اللي هي طه النق تربية وإحنا في ابتدائي طيب وعنجي اتنين R طبعا اللي هي مساحة المجبس الكبير ومساحة المجبس الصغير وبكده يحلينا المسألة يا أولاد بإيه بطريقة اللي هي f كابتل على f سمول بساوي a كابتل على s طبعا هي بتبقى لفة شوية بس أنا لو يجي اتخذت عليها هقدر حلها كويس جدا ساعات بتيجي مباشرة يعني ايه مباشرة يعني بيقى فيه تعويض مباشر على طول لو هو مديني المساحة طبعا المساحة طبعا لازم بيبقى بمتر مربع لمتر مربع طبعا النظام المتري الدولي طيب وعنجي بعد كده الاف الكابتل طبعا بالنيوتن والاف السمول برضو بالنيوتن طيب نشوف مثال تانية ولاد مثال اسهل شوية بيقول ايه مكبس مائي مساحة مكبسها الصغير ايه اللي هي اسمول باربع سنتي مربع تؤثر عليه قوة هو مين المكبس الصغير يعني بكام بمتين نيوتن ومساحة المكبس الكبير اللي هي ايه كابتل بكام ايه كابتل باثناشر بألف ومتين بس برضو سنتيمتر مربع فاذا علمت ان عجلة السقوط عندي اللي هي الجي بكام الجي بعشرة عايز ايه اكبر كتلة وعايز الفائدة الالية اللي هي ايه كابتل على ايه اسمول اللي احنا قيلين عليها من شوية طيب عشان احل المسألة دي طبعا القانون بتاعي الاساسي اللي هو بيقول ايه اولاد اف كابتل على هليكم معايا اف سمول بتساوي ايه كابتل على ايه سمول انا عملت ايه انا كتبت المعطيات ايه بتساوي اربعة بس اربعة ايه سنتيمتر مربع يعني لازم احولها ايه لمتر تربية يا اما اضربها في عشر السلب اربعة يا اما اسمها على عشر تلف نفس الحكاية في ال ايه كابتل هي 1200 سنتيمتر برضو مربع يا اما هاضربها في عشر سلب اربعة او اسمها على عشر تلف ومديني ال اف سمول ومديني ال جي وعايز اكبر كتلة اكبر كتلة اللي هي ايه بتاعت ال اف كابتل يعني ال اف كابتل دي هتبقى ام في جي يعني معنى كده هكتب فوق نعوض عن ال اف يبقى جي اللي هي عشرة في ام بتساوي ال ايه عندي اللي هي 1200 في عشرة والسيسالب اربعة على اف سمول اللي هي بكام بمتين ايه سمول اللي هي اربعة في عشرة والسيسالب اربعة طبعا سهلة جدا انا عايز ايه اه عايز ال ام طبعا غريبة ان انا اجيب ال ام طبعا اعملها ازاي اهي ام بتساوي بسطه مقام كبير اهو اللي مضروف فيها ده ينزل مقام يعني تحتها يبقى في عشرة في اربعة فعشرة السيسالب اربعة صحي كده طيب فوق بقى متين في الف ومتين في عشرة السيسالب اربعة لو انا حسبتها بالقلة ياولاد هتطلع ام بتساوي ستة الاف بالاي كيلو جرام ليه بالكيلو جرام علشان جي كتلة علشان جي ايه كتلة طيب بعد كده عايز ايه بقى عايز الفائدة الالية طب الفائدة الالية ازاي اجيب اهو اللي هي ايه انا قلنا الفائدة الالية هي النسبة بين مساحة المجبس الكبير الى مساحة المجبس الصغير اللي هي ايه كابتل على ايه سمول طيب احنا انا عوض عنها ايه كابتل لو انا عوضت عنها ب12 من 100 على ايه سمول اللي هي اربعة في عشرة والسسالب اربعة لو عملتها بالقلة ياولاد هتطلع بتساوي 300 300 ايه 300 بس ليه كده قال لي اه احنا اتفقنا قبل كده وقلنا الحصة اللي فاته وبنقول تاني ان الفائدة الالية هي نسبة يعني لنهاش وحدة قياس طيب هي نسبة بنقول لمساحة المجبس الى كبير الى مساحة المجبس الصغير فطلعت الرقم بتاعي 300 معنى كده ان انا كده قدرت اجيب المطلوب الاول اللي هو اكبر كتلة اللي هو بجيبه منين من الف الكابتل الف كابتل بساوي m في جي هو انا بعود وبتطلع بالطريقة سهلة جدا جدا وقدر ان انا احل طب انا عايز الفائدة الالية اقدر اعمل اي على اي اللي هي اكابتل على اي سمول او في بنايات بتحب تحل اولاد يحب اف كابتل على اف سمول على فكرة هي نفس النتيجة لان انا عندي القانون الاساسي بيقول اي اف كابتل على اف سؤال بيقول قارن بين القوة المؤثرة على جزئين لسائل احدهما في باطنه والاخر على سطح الحر وما هي نتيجة هذا الاختلاف هو عايز يعمل ايه هو بيقول لو انا جبت جزئ وحطيت واحد على وجه المياه زي ما عملنا من شوية وجسم اخر في باطن الارض الجسمين يتقصروا بنفس القوة هل الجسمين بياخدوا نفس الشكل لا بلاحظ الجزئ يولاد اللي على سطح السائل بيتأثر بقوة جذب على شكل نصف محيط كرة يبقى الجزئ اللي في الاول اللي هو على السطح زي مثلا القطع الخشبية اللي عملنا من شوية بيتأثر من المية تحت قوة بتشده من تحت فبيعمل على هيئة نصف كرة اما الجزئ اللي في باطن السائل اللي هو زي القطع المعدنية بيتأثر من جميع الاتجاهات فبياخد شكل في طاقة طبعا احنا عارفين واخدناها من قبل كده من صغرنا ان في حاجة اسمها طاقة وضع اي جسم ساكن له طاقة سكون او طاقة وضع فلقينا ان طاقة الوضع للجزئ او الجسم اللي على سطح المياه اكبر من طاقة الوضع اللي موجودة في باطن السائل يعني معنى كده لو قال لي فصر حركة او جزئ او جسم في الماء فبفصر التلاتة اول حاجة الجسم اللي بيطفو بتأثر على هيئة قوة على هيئة نصف دايرة طب القوة دي اسمها ايه قوة جذب يبقى بيتأثر بقوة جذب على شكل محيط نصف قرة او نصف دايرة طيب الجزئ اللي في باطن السائل بيتأثر بقوة جذب من جميع الاتجاهات فلو انا اقصرت كده ابصر ايه عبارة عن دايرة او محيط دايرة طيب كل جزئ منهم بيتأثر بطاقة وضع فطاقة الوضع للجزئ اللي على السطح اكبر من طاقة الوضع اللي في جزئ الاسفل دا تطبيق بسيط جدا جدا طيب احنا في حاجة اسمها معامل التوتر السطحي خدناها الحصة اللي فاتت في تعريفه كده قلنا هو عبارة عن ايه الشغل المبزول لزيادة مساحة السطح ساعت يجي يقول لي ايه بقى استنتج رياضيا او الصيغة الرياضية او العلاقة الرياضية لمعامل التوتر السطحي من الكلام بتاعي انا اقدر ايه اقول او القانون طيب هو معامل التوتر السطحي رمز ايه ولاد ايه رمز وجام نشوف مع بعض كده جامع اه ده اسمه جامع انا قلت تعريفه ايه الشغل المبزول هو الشغل عبارة عن ايه دابليو لزيادة مساحة السطح السطح اللي هو ايه اريا يعني جامع بتساوي دابليو على ايه طيب انا عايز افك دابليو ايه يعني افكها احولها للمكونات الاساسية بتاعتي دابليو خدناها في سنة اولى هي عبارة عن اف في دلتا اكس يعني قوة في مسافة طب ايه لي المساحة ايه هفكها برضو اللينس بتاعي في دلتا اكس يعني معنى كده انا هعمل ايه هعوض عنهم يعني هقول ايه هقول جامع بتساوي شارتة كسر اف في دلتا اكس على ال في دلتا اكس طب ما دول من زي بعض يتشتبوا اه يتبقى عندي جامع بتساوي اف على ال وده قانون بتاع معامل التوتر السطحي جامع اللي هي معامل التوتر السطحي ويقاس بوحدة ميوتن لكل متر ميوتن اللي هي القوة و اه اللي هو اه الطول اللي هو بمتر او تقاس بوحدة دابليو اللي هو الشغل اللي هو بالجول والمساحة اللي هي متر مربع يعني عندي وحدتين لقياس معامل التوتر السطح يعني نشوف هده مسألة تطبيق مباشر على الايه اللي انا قلته ده بيقول مثال اه سلك دائري افقي من البلاتين طول محيطه يعني اللي بتاعه باربعة وعشرين سنتي يعني اه ده الطول غمسة في عينة من الكحول وكانت القوة الناشئة ادي اف كمان جابها عن شد السلك خارج السائل بتساوي 11 و 58 من 100 في 10 قص سالب 3 احسب معامل التوتر السطح نشوف مع بعض كده احنا قلنا معامل التوتر السطح ياولاد ايه اللي هو جامة صح جامة بيساوي ايه ايه صح كده اف على ال طيب هو الداني الاف اللي ايه 11 و 58 في 10 قص سالب 3 الداني الال بس قالي 24 سنتي لا يبقى لازم اقسمه على كام على 100 علشان يحوله لنظام المتري الدولي يعني 24 من 100 سهلة جدا انا هقول جامة بتساوي 11 و 58 في 10 قص سالب 3 على ال 24 من ايه من 100 ويطلع جامة عندي وحدة القياس بتاعتها اللي هي قولنا نيوتن لكل متر وتطلع معايا في الالة 48 من 1000 نيوتن باي متر لكل متر يبقى دي سهلة جدا جدا ماشي ياولاد طيب يبقى احنا النهاردة كده خدنا ايه خدنا خلصنا كده الوحدة الاولانية تقريبا كلها مع ده حتة صغيرة هنتكلم فيها بس انا خدت التواطر السطحي وخدت معامل التواطر السطحي وعرفت ان جامة بيساوي F على L او W على A حسن ما يقول في المسألة لو عايز عايز الاستنتاج الاسبات يبقى عوضه من التعريف اللي هو الشغل المبزول لزيادة مساحة السطح يعني W على A طيب نبتجي في جزء جديد خالص لزيز او ياولاد قوة التماسك وقوة طلاصك وحاجة اسمها زوية المماز او التماس والخاصية الشعرية فيها علاقة من الاربع حاجات دي مع بعض يعني ايه كوة التماسك يعني ايه التماسك قالي جزيئات المادة الوحدة تتماسك وتدي منظر او شكل قروي زي القرة ابسط مثال لو انا وقع مني ترمومتر اللي عندنا في البيت ببص الاقي سائل الزيبق اللي جوه يتحول الى قرات صغيرة على الارض وكل محاولة لما تعمل قرة كبيرة يعني اقصد ان هو ما بيسيلش على الارض ما بيمشيش زي المية كده ويسيل ويسيح على الارض طيب انا عايز مثال تاني انا ما عنديش زيبق او ما فيش امكانية ان انا اشوف الزيبق كلنا عندنا قطرة عيون امسك القطرة كده القطرة ودوس عليها وشوف قطرة القطرة نازلة شكلها ايه هتلاقيها نازلة شبه دايرة بيضوية سنة بس قروية الشكل قطرات المطر لو انا ركست شوية على هيئة قرات او شكلها بيضاوي شوية دي بسبب حاجة اسمها قوة التماسك اصل قوة التماسك هي قوة جذب بين جزيئات المادة الوحدة طيب يعني ايه قوة الجذب دي هي بتجذب مع بعضيها فبتدي شكل لقرة وبلحظها اكتر زي ما ايه وصفنا طيب فيه قوة تانية اسمها قوة التلاصق ايه التلاصق دي بقى قال لي التلاصق ده هو عبارة عن ايه لو انا بمسح مثلا الترابيزة بحط شوية مية وروح مسحة الترابيزة او امسحة الارضية امسحة اي حاجة هل المية بتاخد شكل الزيبق يعني ايه شكل القرة لا ببصرها بتسيح او بتسيلة على سطح الارض بتجري او اصلي ما فيهاش تمسك شديد اصلي فيه قوة تانية اسمها قوة التلاصق ياولاد ايه بقى قوة التلاصق دي هي قوة جذب بين جزيئات مادة ومادة اخرى يعني سطحين مادتين مش مادة واحدة زي الايه التلاصق طيب ايه سائل المية وسائل الزيبق هنشوفوا يعني مع بعضينا ايه بعد شوية طب بتكلم عن حاجة اسمها بقى زاوية مميس او زاوية التلاصق ايه زاوية التلاصق دي لو انا حطيت جبت قناء مية وحطيت في احدهما ماء اه سوري قناء زوجيين احدهما ماء والاخر زيبق واخد تدويره بسيطه لتحت اما الزيبق بياخد تحدب يعني ايه لاعلى يعني عامل شكل دي للفوق طيب ايه السبب بينهم قال لي بسبب التحدب هو ان قوة التماسق شديدة جدا فبتبقى اكبر من قوة التلاصق ما بتقدرش القوة بتاعت التلاصق دي تشد القطرة رغم ان الاتنين موجودين بس واحدة اكبر من واحدة اذا كان التماسق شديد فبياخد شكل القرى او التحدب في حالة الزيبق اما اذا كان في حالة المية في الاناء الزجاجي ببصر ايها بتاخد تقعر الى اسفل ده بسبب ان قوة التلاصق ايه اكبر من قوة التماسق بتبقى شد فبتشدها فبتفرد القطرة ما لقيه بقى زاوية التماسق اللي انا بقول عليها دي في الحالتين اللي قلتهم ياولاد في زاوية بتبقى محصورة بين جدار الاناء وبين المماس لسطح السائل نشوف كده مع بعض هنعملها ازاي الرسمة السهلة دي بصوا هي سائل الرسمة ما بجيش في الامتحان ولكن انا اقدر ببساطة ارسمها لكم عشان نعرفها صح بصوا كده معايا لو انا عندي اناء زجاجي حطيت في سائل الماء احنا قلنا الماء بيعمل ايه تقعر لأسفل ده حالة الماء فين زاوية المماس بتاعته او التماسق هي زاوية في باطن السائل يعني لازم توقع جوه السائل محصورة بين يعني موجودة بين جدار الاناء يعني لازم الجدار ده اهو والمماس لسطح السائل السائل اهو يا ولاد عامل شكل تقعر اهو المماس انا خدنا في الرياضة المماس هو خط مستقيم يمس الدايرة في نقطة ادي الزاوية هي الزاوية هنا في حالة الماء اقل من تسعين درجة عشان كده كوة التلاصق اكبر من كوة التماسق ده في حالة مين في حالة الماء طيب نفس التجربة لو انا جبت نفس الاناء او اناء اخر وحطيت فيه زئبق اهو اللي بيحصل في الزئبق عمل تحدب لأعلى بصوا عمل شكل ايه كرة تقريبا طب فين زاوية المماس اهي هي زاوية في باطن السائل يعني جوه محصورة بين جدار الاناء اهو الجدار والمماس لسطح السائل المماس عندي هيعمل ايه بقى؟ يطلع لفوق كده ليه اهو بصوا زاوية ايه اكبر من تسعين درجة يبقى هنا اكبر يعني منفرجة من تسعين درجة ده في حالة مين الزئبق طبعا فيه اسئلة كتيرة بتيجي في الجزء ده يقول لي ليه زاوية التماس مثلا هنا اكبر من تسعين او في حالة المية اقل من تسعين ماشي يا ولاد؟ طيب نشوف بعد ده ايه الاسئلة مع بعضين انا في حالة المية ممكن انت عللات كتيرة وتيجي ماذا يحدث او فسر لو قال لي مثلا عند وضع قطرة من الماء على سطح زجاجي ببصر ايه بتنساب على السطح لان ما فيش قوة تخليها متمسكة فبنقول لي ان قوة التلاصق اكبر من قوة التلاصق وممكن ازود كمان حاجة من عندي اقول لي ان زاوية التماس اقل من تسعين درجة لاني انا بربط من قوة التماسق والتلاصق والزاوية اللي عندي طيب بالنسبة للزئبق ممكن اقول لي عند وضع قطرة من الزئبق على لوح زجاجي فنلاحظ تحدبها لأعلى واخدها شكل الدايرة الفوق فبقول لي ان قوة التماسق اكبر من قوة التلاصق ولان زاوية التماس اكبر من تسعين درجة نشوف كده انواع الاسئلة مع بعضين نشوف السؤال بيقول ايه ادي زاوية التماس هي زاوية في باطن السائل زي ما قلنا محصورة بين سطح الجسم الصل والمماس لسطح السائل طيب ماذا يحدث عند وضع كمية من الماء فوق سطح لوح زجاجي اللي بيحصل ان ينساب الماء على سطح الزجاج بسبب قوة التلاصق ليه لان قوة التلاصق تكون اكبر من قوة التماسق مفيش تماسق فبتنساب طيب سؤال بس بطريقة تانية تعلي اللي ما يأتي سطح الماء مقاعر لأسفل بنقول قلنا لان زاوية التماسق اقل من 90 درجة في حالة الماء ولان قوة التماسق اقل من قوة التلاصق وممكن تقول التلاصق اكبر من التماسق اللي يعجبك واجهة هي بينا في الرسمة ان سطح مقاعر واخت تدوير لأسفل وان هو الزاوية دي بتبقى أقل من 90 درجة ده بالنسبة لحاليات الماء طيب نشوف بقى حالات الزئبق عند وضع كمية من الزئبق فوق سطح لوح زجاجي طبعا احنا قلنا ايه هتاخد شكل كرة يبقى يحفظ الزئبق شكل كروي بسبب قوة التماسق اكبر من قوة التلاصق وممكن السؤال يجي بطريقة تانية علل ليه ما يأتي سطح الزئبق محدب لأعلى واخت تدوير الفوق قلنا ليه لان زاوية التماسق اكبر من 90 ولان قوة التماسق اكبر من قوة التلاصق يبقى انا قرنت بين التماسق والايه والتلاصق عندي من حيث الزوية عندي حاجة اسمها الخاصية الشعرية يعني ايه خاصية شعرية يا ولاد الخاصية الشعرية ديها عبارة عن ايه اخليكم كده معايا انا عنجي لو انا عنجي انابيب رفيعة اسمها انابيب شعرية خاصية شعرية هي عبارة عن ايه لو انا جبت اداء به ماء سائل واحد بس وجبت انابيب مختلفة القطر يعني ايه مختلفة القطر يعني انبوبة اخينا شوية وانبوبة شعرية رفيعة هيطلع السائل بسهولة زي فكرة الشفاطة الشليموب بتاع الاطفال لو انا جبت كباية عصير لطفل وحطت له فيها الشليموب وبصى لقي السائل بيرتفع لأول قبل ما العايل يبتجي يشفط ويسحب السائل هبصى لقي ايه اللي بيحصل هلاقي السائل بيرتفع في الانبوبتين ولكن في الانبوبة اللي هي كطرها كبير شوية هيبقى الارتفاع لغاية مثلا هنا اما بالنسبة للانبوبة الديقة هيبقى اعلى سنة طب ليه نشوف بقى نتكلم مع بعضنا في الخاصية الشعرية الخاصية الشعرية أولاد هي عبارة عن هي خاصية ارتفاع او انخفاض السائل في الانبيب الزجاجية الشعرية ايه ارتفاع او انخفاض وينفع الحالتين اللي اوه احنا من شوية اتكلمنا عن حالتين اللي هي الماء والزقبق الماء عشان زوية المماز بتاعته او التماز بتاعته اقل من 90 فبلاقي ان هو سهل جدا ان يرتفع الماء بسهولة في الانبيب الشعرية يعني بيبقى اعلى من مستوها في كوباية الماء مثلا او في الحوض اللي فيه الماء يعني دي كلمة ايه ارتفاع السوائل طب بالنسبة للارتفاع يبقى في حالة المية بترتفع السوائل في الانبيب الشعرية لان زوية المماز اقل من 90 درجة ونمنا اتنين لان قوة التلاصق اكبر من قوة التماسك طيب نيجي بقى لانخفاض السوائل الزبق مادة تقيلة فبيحصل ايه ان الزبق عشان قوة التماسك بتاعته شديدة جدا فبيبقى اقل من مستوها يعني في حالة المية اعلى في حالة الزبق ايه اقل يعني معنى كده انه مثلا لو جالي سؤال يقول اعلل ارتفاع الماء في الانبيب الشعرية بينما ينخفض مستوى الزبق في الانبيب الشعرية يوما المية بيرتفع اما الزبق بينخفض فبقول الماء بسبب الخاصية الشعرية طبعا لانتنين بخاصية شعرية بس بنقول ايه لانه قوة التماسك بتاعته قليلة لانه التلاصق اكبر يبقى التلاصق اكبر من التماسك ولانه زاوية المماز او التماسك بتاعته اقلي من 90 درقة فبيستطيع السائل اللي هو الماء يرتفع الى اعلى اما بينخفض سطح الزبق يبقى اقلي من مستوى في الحوض ليه لان قوة التماسك بتاعته الشديدة فبيحصل انخفاض ولان زاوية التماسك بتاعته اكبر من 90 درقة دي بنسميها الخاصية الشعرية طيب نشوف كده مع بعضينا هي خاصية ارتفاع او انخفاض السوائل في الانبيب الشعرية وبص لقي الرسمة هو في انخفاض في حالة الزبق اما في حالة المياه هبص لقي المياه اعلى من مستوها زي ما شفنا جوه الانبوبة بتبص الداخل الانبوبة مش في الحوض او في الدرقة اللي انا حطه فيه طيب نشوف التطبيق مباشر عليها لا يرتفع يجي يقول لي علل لما ياتي لا يتغير ارتفاع السائل في الانبوبة الشعرية بتغير الضغط الجوي يعني ايه احنا خدنا الضغط الجوي ده الحسنة لفاتي اولاد اللي هو رمزه بي ايه فاكرين طيب يعني معناها ايه انا لو انا جبت اللي هو التجربة اللي قصدي دي لو انا جبت حوض فيه ماء ومفتوح طبعا اللي اتنين مفتوحين للهوى الجوي اللي هو الضغط الجوي ارتفاع السائل او الماء مختلف هنا في الانبوبة الديقة اعلى من الانبوبة الاوسع شوية ليه قال لي اه لاني بيتوقف على حاجة اسمها نصف القطر بتاع الانبوبة يبقى ما بيتوقفش على الضغط لا على نصف قطر الانبوبة كل ما تكون الانبوبة ضيقة رفيع يعني نصف قطرها قليل بيحصل ارتفاع اما اذا كانت قطرها كبير فبيحصل انخفاض ده سائل واحد اللي هو حالة المية يعني معنى كده لما يجي سؤال بيقول لي ايه لا يتغير ارتفاع السائل في الانبوبة الشعرية بتغير الضغط الجوي نشوف اجابته بتقول ايه لان يتوقف على نصف قطر الانبوبة الشعرية في الرسمة قصد نحوط في سائل زي المية وبيحصل ارتفاع في الانبوبتين لكن الانبوبة اللي قطرها كبير بيحصل ارتفاع ولو طفيف اما في الانبوبة الرفيعة بيحصل ارتفاع اكتر دوة نتيجة كل ما يكون الانبوبة الرفيعة بيحصل ارتفاع في الاسائل طيب وده ياولاد بنستخدمه في تطبيق في حياتنا ازاي بصوا السؤال بيقول ايه يرتفع مستوى المياه الجوفية في الاراضي الطينية عن مستوى في الاراضي الرملية طيب يعني ايه السؤال ده اللي دخلنا نبنتكلم في الفيزياء اللي دخلنا ارض طينا او رملية بخدنا زمان في ابتدائي ان الاراضي الطينية شديدة تتماسك متمسكة بدليل مثلا لو انا اشتريت اي خضار في طينا زي مثلا الفجر ابو سلاقي الطينا على راسه متمسكة جدا بشايلها كده بصعوبة يبقى معنى كده ان فيه تماسك والجزيقات اللي بين جل جزيق من الطينا دي بتبقى متمسكة وجزيقاتها مسافة بينية صغيرة جدا يعني معنى كده ان هي بتعمل عمل الانبيب الشعرية الصغيرة الرفيعة كل ما احنا قلنا ايه كل ما تكون قطر الانبوب او مساحة مقطعها صغير بترتفع المياه فيها بسهولة طب نيجي ليه الرمل الرملة طبعا احنا عندنا اراضي رملية كتير بتبقى مفككة مش متماسكة زي الطينة معنى كاي مفككة يعني بين كل جزيق والتاني بتبقى مسافة بينية كبيرة معنى كده بتعمل عمل الانبيب الشعرية الواسعة اللي هي مساحة مقطعها كبيرة طيب اللي دخل بقى ده او بنقول ايه لاني اللي جابة بتاعتي لاني بسبب صغر المسافة بين جزيقات الطربة الطينية عن الرملية فتعمل عمل الانبيب الشعرية يبقى لما بيجيبلي سؤال ليه بترتفع بسهولة جدا المياه الجوفية في الطينة او الاراضي الطينية عن مستوها في الاراضي الرملية بسبب صغر المسافة بين جزيقات طربة الطينية عن الرملية يجي الشباب يقولوا لا احنا مش قادرين نحفظ كلام كبير جدا جدا يعني فزي الدنيا لذيذة جدا وممكن ان انا اعبر عنها ياولاد باسم الخاصية يعني ممكن اوفر الكلمتين دول واقول ايه بسبب خاصية الخاصية الشعرية او بسبب الانبيب التي تعمل بالخاصية الشعرية لو انا مش هادر احفظ اللي هي بسبب صغر المسافة بين جزيقات الطربة الطينية كده احنا ايه خلصنا الوحدة الاولى خلصنا الفصل الاول خالص هنبتجي احنا قلنا ايه عندي اللي هو الصرايان فاكرين قلنا فيه صرايان وعندي نوعين من المواقع مواقع ساكنة ومواقع متحركة هنبتجي نتكلم عن المواقع المتحركة يعني ايه مواقع متحركة احنا قلنا كلمة مواقع فاكرين هي عبارة عن ايه بعض المواد التي لها قدرة على الانسياب بسهولة زي السوائل او الغازات طيب نتكلم شوية النهاردة عن المواقع المتحركة عندي فيه يا ولاد مثلا لو انا فتحت الحنفية بابص لاي ايه لاي الماء بينساب بسهولة بينزل يعني بسهولة لو انا مثلا هارش مية او ادلق مية على درجات السلم ابص لاي الماء بتنزل بسهولة ويسر ده بنسميه صرايان هادئ صرايان هادئ هو سكوت او صرايان السائل او الماء بطريقة سيابية بطريقة بسيطة جدا جدا فيطلق عليه صرايان هادئ نشوف كده مع بعضنا هو صرايان الماء في الانبوبة بسرعات صغيرة بحيث تنزلق طبقاته المتجاورة بعضها فوق بعض بطريقة سيابية ممكن يجي يقولي ده مصطلح علمي يعني هو جاي بالتعريف وانا هعرف هو ايه اسمه صرايان الهاجي غير السرايان الهاجي ده ياولاد اه فيه سرايان اسمه سرايان مضطرب بيعمل قلق السرايان اللي بيعمل قلق ده بيبقى ليه الاول فيه حاجة اسمها خط الانسياب نشوف ايه هو خط الانسياب الاول نشوف المصطلح اللي عندي بيقول هو حجم السائل المنساف في واحد ثانية رمز Q Q حجم احنا اخذنا قبل كده الحجم هو V volume لكن انا بتكلم بقى مش مادة صالبة انا بتكلم عن السائل فكلمة حجم السائل المنساف في الثانية Q هو اسمه ايه بقى هو اسمه معدل السرايان يعني قد ايه كمية الميا اللي بتنساب وبتمشي في الانبوبة او الاستوانة زي ما نشوف مع بعض بعد شوية طب نشوف المصطلح اللي بعد كده بيقول ايه هو خط وهمي يعني مش موجود يبين المصار الذي يتخذ السائل اثناء انتقاله من طرف لاخر داخل الانبوبة ده اول اللي هو ايه خط الانسياب اللي انا كنت بتكلم عنه طيب خلينا مع بعض ياولاد كده نتكلم شوية قبل ما نشوف بعض الاسبتات احنا قلنا السرايان الهاجي اللي هو الماء بينسب بسهولة زي الماء الحنفية طبعا انا من شوية قلت حاجة اسمها خط الانسياب هو خط وهمي لا يرى ولكن بيبين اتجاه الماء بينسب ازاي يعني بيمشي اتجاه انا مجرد ما بفتح الحنفية الماء بينسب من الحنفية للحوض او للاناء اللي احط فيه الماء طبعا ده بنسب بطريقة سهلة جدا وبسيطة ده اسمه خط الانسياب طيب قلنا من شوية ان فيه نوعين من السرايان هاجي ومضطرب ايه مضطرب ده يعني بيعمل قلق يطلق عليه دوامي الدوامي هو بيعمل بعض الدوامات الصغيرة بس امتى يعملها بيجي يقول متى يحدث السرايان المضطرب عندما تتعدى سرعة السائل او الماء سرعة معينة حد معين تتحول من سرايان هادئ لسرايان مضطرب نشوف يحصل ايه اولاد متى يحدث السرايان المضطرب عندما تتعدى سرعة الماء قيمة معينة يعني تزيد عنها فانها تتكون بعض الدوامات الصغيرة الدائرية ممكن بدل ما ييجي السؤال كده يقول هو السرايان المضطرب مش عايز متى يحدث هو برضو نفس الكلام هو عندما تتعدى سرعة الماء قيمة معينة فانه تتكون دوامات صغيرة دائرية في بعض الاحيان بيحصل ان تتكون الدوامات زي مثلا الشلالات زي مياه في بعض مثلا نروح مثلا مصيف او حاجة يقول المنطقة دي فيها ايه دوامة تبصد تلف ودور دا عشان كده لو حد لا قدر الله يقرب منها او دخل هذه الدوامة ما بيلحقش يخرج منها لانه هي بتسحب السائل بيدور او المائع بيدور بسرعة كبيرة جدا جدا طيب انا لو انا مثلا عندي كمية من السائل موجودة في خرطوم في اناء له بداية ونهية هل في شروط معينة لحدوث السرايان المستقر داخل الانبوبة طبعا كمثال لو انا جيت عندي الحنفية وحطيت كمية من المياه اللي بيحصل بتنسب الماء بسهولة على قد ما بقدر افتح الحنفية ولادي انا هفتحها قوية هتنسب منها كمية ماء كبيرة لو فتحتها يا دوبة كسرسوب صغير كده كمية الماء اللي بتخرج منها صغيرة فهلازم كمية الماء اللي بتدخل قد ترى السائل جوه الانبوبة او جوه الخرطوم جزء فيه سائل اللي هو المياه وجزء الاخر مفهوش وجزء فيه وجزء مفهوش طبعا لا لمجرد ما بفتح المياه السائل بيملق الانبوبة كلها او بيملق الخرطوم كلها يعني السائل موجود في داخل الانبوبة كلها يملق الانبوبة تماما نمرة تلاتة يترى السائل او المائع داخل الانبوبة دي او داخل الخرطوم بيتحرق جواها بسرعات مختلفة يعني مثلا سرعة عشرة سرعة عشرين سرعة خمستاشر سرعة ثلاثين طبعا لا السائل يتحرق بسرعة واحدة يعني سرعته سبتة داخل الانبوبة طب نشوف مع بعض كده السؤال بييجي كده ما هي شروط حدوث السرايان المستقر داخل الانبوبة اول حاجة زي ما قلنا يملأ السائل الانبوبة تماما نمرة اتنين تكون سرعة المائع سابتة عند اي نقطة تلاتة كمية المائع طبعا المائع اللي هو السائل يولاد التي تدخل الانبوبة لازم تبقى مساوية لكمية المائع التي تخرج منها في نفس الزمن يبقى اللي بيدخل قد اللي بيخرج ده بنسميه ما هو شروط او ما هي شروط حدوث السرايان المستقر طيب بصوا المنظر هنا عبارة عن انبوبة الانبوبة دي مساحة مقطعة هنا واسعة ناحية اليمين ومساحة مقطعة ناحية الشمال ضيقة شوية ورغم كده ان كمية المائع اللي بتدخل قد اللي بتخرج بالزبط وزي ما نشوف بعد شوية في خراطيم المطافي ولازم تكون السرعة سابتة رغم ان هو بيتحرك طبعا سرعة الماء بتنسب بسرعة سرايان مستقر وبحركة نسيابية ببساطة يعني طيب نشوف كده مع بعضينا ازاي اقدر استنبت يعني استنبت يعني ازبت العلاقة بين سرعة سرايان السائل اللي هي السرعة يعني ايه ولاد اللي هي الفي وبين مساحة المقطع عند اي نقطة بفرض ان السائل يسري سرايانا مستقرا يعني الماء تمشي بسهولة ويسر في الانبوبة اللي موجودة اقصادي دي طيب نشوف ازاي ان انا هستنتج الاسبات ده هو طويل شوية بس نحاول مع بعض كده ايه خلينا مع بعض نشوف هنعمل ايه احنا قلنا من شوية ان في حاجة اسمها كيو يا ولاد تكريت كيو ده هو حجم السائل المنسى هو الحجم بيساوي ايه خدنا زمان هو عبارة عن تلت اطوال في بعض اللي هي طول في عرض في ارتفاع طيب انا عندي الانبوبة الزغيرة اهي مساحة مقطعها هنا ايه وان وبعد كده بتوسع زي ما شوفناها في الرسمة شوية مساحة مقطعها نهايتها ايه تو ماشي الكلام طيب يعني انا عايزة انا اثبت هنا ان سرعة سرايان السائل هتمشي داخل الانبوبة من ايه وان ل ايه تو طيب انا عايزة كيو هو كيو برعا ايه الحجم هو ايه وان في ال وان يعني معنى كده هنا في طول ال ال وان وهنا في طول ال تو وعشان اقدر اثبت المعادلة دي يا ولاد هي اسمها معادلة السرايان او معادلة الاستمرارية طيب انا عايزة اثبتها اثبتها ازاي طبعا أنا كنت معكم من النهاردة مبسوطة جدا جدا أن أنا قدرت أوضح لكم شوية مسائل أو إن كان قوانين وأتمنى أنكم أنتم استفدتم مني وأتمنى أن أشوفكم على لقاء آخر إلى اللقاء